لعب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية دوراً كبيراً في دفع العراقيين للهجرة من بلدهم أراء الشباب العراقيين تباينت حول دوافع التفكير بالهجرة ومواجهة تحديات تصل إلى حد الموت رغم تصنيف العراق من أغنى الدول في المنطقة لثرواته الكثيرة لكنها توحدت على دافع فقدان الأمل بتحسن الأوضاع الذي يعيشه أغلب الشباب عد فقدان للحس الوطني وعد فقدان للارتباط بالوطن وعد فقدان للأمل بسبب مثل ما يسمونه زبد الحروب لهذا الصار ففقدان الأمل هو هذا الدافع الأساسي لهجرة الشباب أما متأكد أنا سافرت على فكرة وعشت فترة طويلة بلندن وبالسويد وشفت حالاتهم والله كل الشباب التي تلتق بهم سواء كانت من أوروبا ومن كانت يعني مثلا بدوانا يريد لفصل سأمي حتى يرجع ويرى آخرون أن الفساد المتفشي منذ عام 2003 الذي يبدد تروات العراق ويحرم العراقيين منها وانعدام التكافؤ بالفرص سهم إلى حد كبير في دفع الشباب للتفكير بالفرار من بلدهم بهدف تحسين أوضاعهم التي تددهور يوما بعد آخر الشاب ما شايف هذا البلد الغني ما شايفه هو يشوف ازدحامات هو يشوف تدخل بحياته الشخصية هو يشوف عدم تكافؤ بالفرص يعني أغلب أعظام مجلس النواب أولادهم أخوانهم هم بأرقى الوظائف والشاب يعني ما يقدر يوفر له فرصة عمل 400-500 دولار بالشهر فأي فكر بالهجرة يعني فكر بالهجرة هو الوضع الاقتصادي والوضع الأمني كذلك يطمح الشباب العراقيون لإثبات وجودهم في بلدهم وقد تعظم هذا التموح مؤخرا لدى هذه الشريحة المؤثرة في المجتمع نتيجة الأزمات الكثيرة التي تعيشها بلادهم على كافة الأصعدة الفئة التي تهاجر هي فئة الشباب هي الفئة الأكثر نشاطا وأكثر قدرة والإنتاج والعمل وتدخل سوق العمل كل فترة معينة كانت هذه الفئة دائما تعيش المقارنة بين ما يجري في العراق وما يجري خارج العراق فدائما تصل إلى دافع الهجرة كردة فعل على ما يجري في العراق من أزمات وتحديات ويفتقر العراق لإحصائية حكومية رسمية عن أعداد العراقيين الذين هاجروا من البلد منذ عام 2003 لكن بعض الإحصائيات صادرة عن منظمات محلية تقدر عددهم بمئة الآلف